ازايكم الفيديو بتاعنا النهاردة انا جمعت لكم فيه المنتجات اللي انا جربتها من شركة ايفونا هم دول هم حوالي خمس منتجات دول اللي انا اقدر ان اقول لكم عنهم ريفيو النهاردة بصورة كاملة اتخدمتهم كذا مرة وقدرت ان انا كون رأي عنهم بنزل 200% لكن مش دي كل المنتجات اللي عندي من شركة ايفونا لسه عندي منتجات تانية تحت التجربة فلو متحمسين تعرفوا رأيه في المنتجات المو 15 جنيه دي اعملوا لايك للفيديو ده ويلا بينا نبدأ انا محترى بصراحة ابدأ لكم بايه فيهم بس خلينا اللي ادينا تيجي عليه نقول وايه اول حاجة مسكتها هو الغسول ده اللي هو بتاع ايفونا اللي مكتوب عليه غسول للبشرة بخلاصة حليب الابكار الغسول ده حلو جدا جدا هو بينضف البشرة كويس بس هو خفيف قوي بمعنى ايه خفيف هو قوامه من جوا يعني لما ترجيه كده تحسين فيه مياه جواه هو فعلا قوامه وعمل زي قوام اللبن بالزبط لانه مكتوب عليه انه هو بخلاصة حليب الابكار بتحسين ايتي بتستخدمي يعني مياه بلبن بالزبط على بشرتك لو هنقيبه من حيث تنظيفه للدهون هو مش بينضف الدهون بصورة عميقة قوي بس انا عجبني بقى تنظيفه في حتة تانية خالص هو اشبه بالتونر شوية او اشبه يعني بالأفكت اللي بيعمله التونر على البشرة لما بيكون عندك تونر وبتحطيه على ديسكات قطني وتبدأي ايتي تمسحي ببشرتك عارفة النظافة اللي بتحصلك في بشرتك بعد استخدام التونر هو بالضبط ده نفس المفعول بتاع الغسول ده انا شخصيا بستخدمه بالليل في النايتروتين بتاعي بيغسل بيه بشرتك بعد ما برجع من بره علشان يشيل بقى اي اثار ميكب موجودة او علشان ينظف البشرة عمتل من اي اتربة او اوساخ اتعرض طلع البشرة وهي بره بس مش بستنى منه خالص انه هو ينشف بشرتك من الدهون او من الزيوت وده بصرف النظر عن طبيعة البشرة حتى لو انت بشرتك جفة هو اصلا مش بيشتغل على الحتة دي ان انا مكنتش من المدرسة اللي بتايد استخدام غسول مرتين في اليوم اللي ان انا بعد ما جربت الغسول ده بقيت استخدم الصبح الغسول بتاع اي بابي ويت ده اللي هو بعتمد عليه اكتر في تنظيف البشرة بصورة عمق وكمان في امتصاص الدهون الزيادة من البشرة لكن بقى لي فترة بقى مستقررة بالليل على ان انا بخسر بشرتك بالغسول ده زي ما قلتلكم بيعمل معي مفعول التونر بالزبط وما بحسش خالص انه هو اجهاد على البشرة بالعكس نتجده في التنظيف بتاع جبني جدا وبتكون خفيفة جدا على البشرة ويكون مناسب اوي للبشرة الحساسة وكمان البشرة الجفة لكن البشرة الدهنية او شديدة الدهنية معتقدش انه يكون كويس اوي معاكو لان انتو بتكونوا محتاجين غسول مرتين في اليوم يكون قوي علشان طبعا نسبة امتصاص الدهون لكن البشرة المختلطة نقدر نقول ان هي في الشتاء هيعجبها الغسول ده بس لو تستخدميه بلاش تستخدميه بصورة اساسية لازم يكون عندي غسول تاني غيره وهو اللي بينظف البشرة تنظيفها عميق بقى عدد مرات استخدامك للغسول التاني العميق ده حسب طبيعة بشرتك ممكن تخليه يوم اوي يوم لأ ممكن تخليه مرة الصبح اللي هو الغسول القوي وده مرة بالليل زي ما انا بعمل برحطة سعر الغسول ده 15 جنيه وسعر منتجات ايفونا كلها اللي معاي في الفيديو النهاردة 15 جنيه تاني حاجة جربتها هو الماسك ده بتاعهم او مفروض انه هو سكروب يعني فيس سكروب رأيي في الماسك ده ممكن تديله مثلا تمانية من عشرة اولا هو شكله من جوه مش عارفة ليه يعني لما بسيبه مفتوح شوية بيتحول كده شايفين النقط السودة اللي جوه دي تحسون ده زي تفاعل مثلا السكروب مع الهوى فمش عارفة الموضوع ده بيقلقني منه بصراحة فديه حاجة معجبتنيش فيه حاجة تانية كمان ريحته ورحته عاملة زي الدهنات بالظفر حيث ان انتي بتحط تيبوية على وشك فرحته كمان ما كانش ظريفة هو المميز فيه بس ان هو كانت حبيبته خفيفة قوي فده هيكون كويس للإسكان بتاع الوش علشان ما يعمل الكيش تجرحه في البشرة او كده تنظيفه للبشرة نقدر نقول عليه ان هو متوسط او في الطبيعي العادي كمان اقل من المتوسط فهو بالنسباني ما كانش الحاجة الواو اللي بهارتني قوي فهلا انا ممكن ارجع اشتريتاني ولا لا ام بصراحة مش حاسة ان انا ممكن ارجع جيبه بس بارده مش رافضه بنسبة 100% هو كويس متوسط معقول نقدر نقول فهو بصراحة بالنسبة لسعره ما اعتبرش خالص ان هو وحش بالعكس لو انت عايز تجيبي ماسك بشرتك ويكون بتستغنية مثلا استخدام اسبوعي حاجة بتنظف بشرتك ضمن الروتين الاسبوعي بتاعك هدي مش هيخسر وهو بيكون فيه زي لك وتكده تجل شوية لما بتفرديه على بشرتك وتسيبيه شوية بيبدأ ينشف بعدين تشطفي بشرتك في لحظة ان انت البشرة نورت شوية فهو هينضف البشرة بصورة مثلا بنسبة 50 او 60% صاره برضو 15 جنيه ولو عايزة تعتمد يعليه في تأشير اي حتة في جسمك ما انصحكيش خالص لانه حبوبه بجد خفيفة جدا جدا مش هتعملك اي نوع من انوع التأشير للجلد بتاع الجسم وبرده سعر الفيس كرب ده 15 جنيه روحي بقى وحبيب قلبي واكتر حاجة انا حبيتها في ايفونة كلها هو ده ده اللوشن بتاعه مفروض ان ده اللوشن مرطب يعني ايه يا جماعة ده ايه الجمال ده بجد تحفة جدا بيرطب حلو قوي قوي فهو كل ده كمان برضو قاومه خفيف جدا انا عايز اقول لكم ان انا لو عملت كده بصوه شايفين شايفين السرعة في نزول السائل او الليكود اللي جوه فهو قاومه خفيف الى ابعد الحدود فده هيخليه سريع الامتصاص جدا جدا فكل ده بقى ريحته خطيرة يا نهرب يد ريحته بجد ريحة الشيك جدا جدا بجد لما بكون حطاه بحيث ان انا حطى برفيوم غالي كده انا شميت الرواح كلها الباقي اللي عملها ايفونة بصراحة دي اكتر ريحة جابتني وانا بشتري وكمان لما بتتفرد على الجسم بتكون يعني تحفي خرابي جميلة جمال بجد مش قادر اوصف لكم ده شكلها هي دي اكتر ريحة عجبتني معرفش بقى الرواية حلوة كده برضو ولا ايه بس انا شميتها من العبوه كده ما عجبتني اش لكن دي الوحيد اللي شميتها من العبوه عجبتني بس طبعا لما فردتها الريحة طبعا اتفردت ففحفحت اكتر فبقت يعني قوية وزهرة اكتر فانا بحبه جدا وبحب ترتيبه جدا قوامه الخفيف ده برضو بيعج او خمس اياب مرتبتش جسمي وده كان عن قصد ان انا مستني اشوف انت اخرك معايا قد ايه انا عايز اعرف انا امتى هبدأ احس بجفاف في جسمي تاني علشان ابدأ احط اللوشن جديدة وابدأ ارتب من تاني وده عايز اقول لكم امكن من اكبر الارقام اللي انا وصلت لها ما اعود فيها مرتبش جسمي يعني فكان دايما طول الوقت جلدي ناعي وملمسه جميل عشان اكون صريحة هي ريحته مش سبتة اوي يعني ريحته ممكن تقعد معاكي مثلا اتنشر ساعة من بعد الاستخ يعني انا لما باخد شاور اللي هو الشاور العميق ده بقى كده دايما بيكون الشاور ده اخر الليل وبحط طبعا منه وبعد كده بنام وبس حالصبح وبخلص التصوير الوراية وبنزل الروح الشغل في نص اليوم كده ببدأ حس ان ريحته بدأ اطلاق تقل شوية تاكاد تكون قرار بتختفي فده بيكون بعد ما عدنا يعني من اتنشر لخمستاشر ساعة من ساعة مخدت الشاور فاللوشن ده بالتأكيد انا لازم لازم ارجع اشتريه تاني واصلا الخمستاشر جنيدي ولا حاجة بالنسبال بالنسبة الموضوع الشايفينج او يعني ازالة الشعر بمفضل ان انت بلاش تحطيه بعد ازالة الشعر علشان سلامتك انت لان في ناس جسمها بيتحسس من الموضوع ده انا بالنسباني ما عمليش اي تحسس خالص لهو ولا غيره فمش دي طبيعة جسمي اللي هي بتتحسس لما بحط اللوشن بريحة بعد الشايفينج بس لو انت عارفة ان انت جسمك مش بتحسس خلاص اوكي ممكن تحطي منه لكن لو عندك تحسس الافضل بلاش وده مش عشان اي حاجة والله عشان هو بس في عطور يعني حتى لو كان لوشن غالي ب300 جنيه بس بريحة برضو مش هافع نخطه فالموضوع ما مش حالقة بالسعر خالص قد بس ما في فكرة الكحول والعطور لان دي حاجات بتعمل تحسس وتهاجر الجلد واحمرار وكذا الحاجات برضو اللي عجبتني هي الليب بولم بتاعتهم دي اللي معي دي بالرومان تقريبا برضو دي اديها مسلا تسعة من عشرة هي حلوة جدا بترتب الشفاف كويس قوي بس انا دايما بشوف منها نتيجة افضل لما استخدمها بالليل واسحة الصبح بسحب بقى لقي شفافي لونها كده ل او يعني لون اه لون متورد كده بس على احمر اكتر مش على بامبا يعني او مش على روز فتحسوا هي بتسيب بتاعها كده على الشفاف فده برضو بيدي تلوينة للشفاف كده فانا بحب الاسر بتاعها دي جدا وكمان ترتيبها بحبه قوي بس في حاجات وانس ان انت بتحطيها على شفافك بتلاقي الشفاف ترتبط على طول اللي هو ترتيب وقتي لكن لا الليب بولم دي ما كانتش كده دي انت تحطيها وتسيبيها تلاحظي بقى الترتيب بتاعها بعد مسلا اربع ساعات خمس ساعات موقف تاني يوم الصبح في اوضل وقت هتستخدمي فيها وبجد بالليل قبل ما تنامي حطي منها وصحي هتلاقي شفافك يعني راح في حتة تاني في حاجة بس مش حاجباني فيها هي قامة خفيف شوية يعني انا لما باخد كده بيطلع معي كتير قوي فده بيهضر منها جامد بس هي فيها بجد نسبة زيوت كويسة انا حساها على ايزي لما باخد منها بصوابعي فده بيخليها بترتب الشفاف ترتيب جميل والباكتج كمان سوغنونة وعصولة شبه في ازلين لاب تيرابي بالظبط لو برضو سألتوني هل هرجع اشتري دي تاني او برضو هرجع اشتريها لان هي عجبتني وحلو قوي اخر حاجة معينا بقى هو اللسبلاش بتاعهم ده برضو لسه نازل جديد زي اغلب البرودكتز كلها اللي انا جبتها اعيز اقول لكم انا باستخدم اللسبلاش ده بقالي شهر ونص نقدر نقول وطول ما انا قاعدة كل شوية فس 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 كل شو هرش منه وهما دول بس الحبة اللي خلصوا منه انا مش عارفة ازاي بجد تحسوا ان البامب بتاعتهم موفرة قوي هي بتوزع الاسبلاش على مساحة واسعة جدا فانتي بتاخذي منه رشتين كفاية بيكفوكي كلك الاسبلاش ده بلاش نحطه خالص على الجسم بتحط على الهدوم لكن هو كريحة ريحة طحفة برضو اللون الازرق اللي معايا ده مش عارفها اسمه ايه بس هو مكتوب عليه سكسي توينتي تو فهون دقنون عليها كلونيا هي فعلا عاملة زي الميا المعطرة كده هي كلونيا افيهاش تقريبا نسبة كحول عليها عشان كده مش بتتطير بسرعة فده برضو مخلي فوحانها او انتجارها مش عالي قوي وده مش ضرر على فكرة خالص ولا مشكلة فيه ناس بتحب النوع ده من الاسبلاشات علشان طبعا الحرمونية وكده عشان ما تكونش الريحة فواحة او مفحفحة فهو ريحته مش فواحة خالص ريحته جميلة وحجمه كبير جدا والاستهلاك بتاعه صغير قوي بالنسبة للرش يعني طيب بالنسبة للسبات بصراحة هو سبات ومش اعظم حاجة يعني هو ممكن يوعد فيه كي ساعة مثلا او ساعة وشوية ما بيوصلش لساعتين من بعد ما تستخدميه فعشان جدا انا بقدرش منه كل ش شوية كل شوية لان هو ريحته بتروح فالريحة ما بتفضلش سبت فيه قوي بس بالنسبة للحجمه وساعة استيعابه دي وكمان بالنسبة للجمال ريحته وموضوع السبات ده مش مشكلة معي خالص عايز اقول لكم العلبة دي اصلا معي في الشنطة طول الوقت شايفين اصلا الورقة من وراء بوزت ازاي لان انا بجد ما فيش شنطة باخدها غير لما بتكون معي العلبة دي فيها فعالطول حطاها عندي على المكتب كده وانا قدف الشغل كل شوية برضو برش منها فبالنسبة لي مميز دي نظير سعر انها ب 15 جنيه فتعتبر حلوة جدا جدا فاكيد برضو ده من الحاجات اللي انا هارجع اشتريها تالي وبس كده دي كان الفيديو بتاعنا النهاردة اللي عندك واسئلة واستفصرات وكتبولي في الكامنس حرود عليكم كلكم وتنسوش لايك وسبسكرايب وان شاء الله شوفكم فيديوهات جيئة كتير سلام